بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ماذا يفعل عمران خان الآن؟ وعمران خان الآن منهم أعداءه وإيه هو اللي حصل بالضبط من ساعة الانقلاب وحتى أحكي لكم شوية من قبل الانقلاب وليه عمران خان ملقحش في أنه يحارب الفساد زي ما وعد وليه الروبية الباكستانية انخفضت جدا وبمجرد ما تم الإطاحة به ارتفعت مرة تانية وإيه موقف الجيش وإيه موقف المجتمع الداخلي والدنيا مشت زي ده اللي هكلمكم فيه النهاردة فخليكم معايا الكل يتآمر علي لو سمحتوا شاهدوا الفيديو للنهاية واشتركوا في القناة ولو سمحتوا اشتركوا في القناة التالتة طاغوت أو كاتكوت السؤال المهم هل سيعود عمران خان إلى الرئاسة أنا أقول لك كثير من رؤساء الوزراء في باكستان تم خسروا الانتخابات أو أنهم مكملوش الفترة بتاع رئاس الوزراء أو كده وبعد كده رجعوا للانتخابات تاني ورجعوا رؤساء وزراء تاني وأنا أعتقد من هذا الباب ليس من الصعب وليس من المستحيل أن عمران خان يرجع ممكن يعني أعتقد أقصاها في الانتخابات القادمة باقي عليها حوالي سنة أعتقد سنة ونصف ممكن أو كده فخلاصة الأمر ممكن يرجع للرئاسة بحكومة جديدة بأرياحية جديدة لكن ما تنسوش كمان أن أمريكا مش هتسكت وهتحاول تعمل إغراءات مالية وهتحاول تلعب لعب كثير المهم أنا مش موضوعي هو يرجع أو لا بس من ناحية القانونية ممكن يرجع وممكن يربح الانتخابات القادمة وأنا أقول لك في الوقت في باكستان يعني مظاهرات جمدة جدا لكن أقول لك مش هتعمل حاجة أو على الأرجح مش هتعمل حاجة إلا لو القضاء رجع تحرك مرة تانية وبعد كده اعتبر أن البرقية اللي قدمها عمران خان صحيحة وبناء عليه ألغى القرارات كلها وهذا الاحتمال ضعيف جدا لأن القضاء واضح أنه هو مع الأفاعي وواضح أنه هو مع الأمريكان بالنسبة للموضوع عمران خان والشباب أهم نقطة عايزك تلاحظها هي إيه هي أنه بمجرد تم عزل عمران خان وبمجرد بعدها على طول بتولية رئيس الوزراء الجديد شهباز شريف راحت الروبية الباكستانية انتعشت وانتعشت بشكل ملخوص جدا هو إيه اللي حظل ده رئيس الوزراء الجديد ما لحش ياخد أي قرار ولا يعمل أي حاجة إيه اللي خلى الروبية طلعت مرة واحدة كده بكل بساطة أمريكا عايزة تدعم الحكومة الجديدة وأمريكا عندها فلوس كثير جدا سواء دولارات أو سواء بالعملات الأخرى بتاع دول العالم التانية وكل اللي بتعمله أمريكا لما تحب ترفع الربية تبدأ أن هي تأمر المستثمرين اللي شغالين معها أو اللي شغالين مع المقابرات الأمريكية أو المستثمرين اللي بيخافوا من أمريكا وعارفين أن هي تقدر تخلب بيتهم في أي لحظة بيقول لهم اشتروا كميات بالقدر الفلاني بالقدر المعين من الربية الباكستانية وبكده في الأسواق المالية بيحصل طلب كثير جدا على الربية وبتطلع يعني أمريكا بتطلع الربية وقت ما هي عايزة وتنزلها وقت ما هي عايزة لكن لما بتطلع بتبقى القيمة بتاع الربية قيمة غير حقيقية يعني أنت بالفعل تقدر تروح تشتري بالربية أشياء أكتر من اللي كنت بتشتريها الأول أنت كمواطن ما تشعرش بالفرق لكن حقيقة الأمر أن القيمة طلعت بشكل كاذب لأن أمريكا حولت جزء من دولاراتها إلى ربية ولكنها حبسة ربية الجديدة عندها وقت ما تحب تخرب الاقتصاد الباكستاني ترجع تبيع الربية وتعرضها بشكل كبير وتقدر بالطريقة دي تطلع فيها وتنزل فيها وقت ما هي عايزة لكن دي مش علامة على صحة الاقتصاد أنا عايز أضرب لكم مثال بالاقتصاد التركي ما حدش بيختلف عليه لا في العرب ولا في العجم وعارفين أنه هو اقتصاد قوي جدا وعارفين أن الاقتصاد دوت يعني له أصوله وله ركائزه وكده ومع ذلك أمريكا كانت بتتلاعب بالليرة التركية من نفس المنطلق لكن تركيا منعت أمريكا من التلاعب بالليرة التركية بعد كده لأسباب جيوسياسية وحسابات في المعارك وحسابات في الولاءات التانية يعني حسابات سياسية منعت أمريكا من التلاعب بالاقتصاد التركي يعني باختصار امريكا تستطيع تدمر اي اقتصاد في العالم في الدول الغربية اللي هم مولين لها او الدول اللي هم بيعتبروا كلاب حراسة لها فطبعا تركيا بعد ما تحررت في الالفين وستاشر باقي الدولة بتدور على مصالحها فيها اقدارة قوية كلاب الحراسة اللي امريكا كان بتعتمد عليهم تم اعتقالهم ومحاكمتهم ومرميين في السجن وكده لكن مازال عندها المخالب الاقتصادية تقدر تعمل حاجات كتير لكن ما بتعملش بسبب الحسابات السياسية الحالة دي مش متوفرة في باكستان يعني مثلا المجتمع المدني المتمثل في الاحزاب عليه فضايح وشاري وعنده فساد وعنده امور كتير والامور دي كلها امريكا تقدر تقلب الدنيا على دماغهم عشان كده هم عندهم ولاء كامل للامريكان وعارفين ان مصالحهم مع الامريكان وعارفين ان هم مجرد تراطير وارجوزات وان هم مجرد عرائس المصرح مش اكثر من ذلك هم عارفين الموضوع ده كويس وبالتالي ولاءهم الكامل لامريكا وهننتقل بقى كده الى السؤال اللي بعده لو طب ليه عمران خان ما اطحش بيهم باختصار عمران خان ما يقدرش يعمل حاجة غير انه هو يقدمهم للقضاء ولما قدمهم للقضاء بشهادة الجماعة المحللين القضاء طباطة الوقت عنده 3 اربع سنين مدرس ولا قضية 3 سنين ونصف بالتحديد من ساعة ما مسك عمران خان او قل 3 سنين على الاقل مدرس ولا قضية من القضايا اللي عمران خان قدمها وبالتالي هيبقى عمران خان قدامه يا اما يدخل في مشاكل مع القضاء هيقولوله ده انت تبقى ديكتاتور يا اما انه هو ينتظر قرار القضاء هيقولوله احنا لسه بندرس ولسه هناخد وقت في الدراسة ويجي يستعجل القضاء يقوله انت هتتدخل في الشأن القضائي وهتبقى ديكتاتور يعني القضاء الباكستاني حمل فاسدين زي ما القضاء المصري حمل فاسدين بالضبط نسخة متطبقة لان هي الخطة امريكية والخطة واحدة وواضحة وبيطبقوها في اي مكان القضاء ايه يتغاضى ويسكت والهيئة التنفيذية ما تضرش تتدخل في الموضوع وإلا هتجلها الف تهمة وتهمة هتقول لي طب ما يسألوش على التهم ويخش ينظفو اقولك العقلية دي كمان تنفع لو انت تملك القوة العسكرية لكن القوة العسكرية ما هياش بيد عمران خان القوة العسكرية دي تيبو الشباب الجيش وده هينقلنا الى الاجابة على السؤال بتاع الجيش شوف يا سيدي الجيش الباكستاني دي طائفة زي طائفة الجيش المصري زي طائفة الانكشارية في الدولة العثمانية الطائفة دي تكونت ازاي ما هيش متكونة على عقيلة حط في دماغك المسألة دي يا جماعة مهمة يعني ما فيش وظيفة اسمها وظيفة اننا ابقى صابت جيش او اننا ابقى قائد جيش لانه انت لما تيجي تشوف اصل المعركة عايزة عقيدة والعقيدة انك انت هتقاتل اما تدافع عن عرضك ودمك وولادك ومراتك وولاد عمك واخواتك وكده انت ممكن تدافع من هذا المنطلق اللي هي العقيدة القتالية المبنية على العرق فدي بيمشي حالها لانه دي القبائل العربية زي ما انك تمشي عليها ودي القبائل الباكستانية عندها نفس الموضوع بس الامريكان خربوا افكارهم اللي احتفظت بنفس القوة هي القبائل الافغانية وهم دول اللي دبحوا الجيش الانجليزي من قبل وهم دول اللي كسروا الامريكان ومش دول بس ده فيه اعتقد اعتقد تسع او عشر امبراطوريات او حداشر كلهم كسروا في افغانستان بسبب العقيدة القتالية اللي هي العرقية المتمسكة لانه العقيدة الاسلامية قتلوها فينا من حوالي تلتميت سنة مثلا او كده فالعقيدة العرقية الفضل الصامدة ومسكة نفسها وده ادى فرصة للقوة العالمية ان هي تدعمهم ضد الامريكان لما جم يعني لما امريكا جات لقيه في ناس وعفين بقومه فما كان من المخابرات الروسية والصينية الا ان هم بدأوا يدعموا الناس دول فخليني ارجع للجيش الباكستاني الجيش الباكستاني او الجيش المصري او الانكشارية في الدولة العثمانية التلاتة دول نسخ متطبخة الانكشارية اول ما بدأت كانت كويسة وبعد كده انحرفت انحرفت ليه بسبب تسميم الافكار الجيش المصري من اول يوم وهو افكاره مسممة يا ابو الشباب يعني اللي اسس الجيش المصري ده مين محمد علي باشا هو اللي اسس الجيش المصري قبل كده لما كان بتيجي الحملات الصليبية مثلا ايام لويس التاسع ولم جاء على اعتقد كانت الدولة الايوبية شغالة في الوقت ده الاتهزم فين اعتقد شجرة الضر هي اللي ضرت المعركة بعد وفاة جزها السلطان واعتقد ان شاء الله ما خنتنيش الزاكرة يعني هم تخيل ان العقيدة القتالية تسند البلد للدرجة دي والبلد ما يحصلش فيها ان العخد ينفرط والقادة يعلنوا ان القائد العامل والسلطان مات وبعد كده يحصل انهزام في الروح المعنوية للجنود وده كله ما حصلش لان كان فيه تماسك بناء على العقيدة الاسلامية في هذا الوقت لكن بعد كده يا ابو الشباب جاء محمد علي مسح الموضوع ده وجاب الجيش المصري فالجيش المصري انتهازي وانتفاعي من اول يوم الجيش الماكستاني خربوا افكاره الانكشارية كانت كويسة وبعدين برضو خربوا افكارها شوف خلاصة الموضوع الجماعة القادة بتاع جيوش دول عايزين ايه خد بالك وركز في الحتة الجاية دي كويس القائد ده يعني هو لا يرى ان الجيش ده للحرب ازاي للحرب ومن انت جاي ليه يا ابو الست هنا جاي تعمل ايه هنا اصلا هو جاي يبقى قائد طب القائد ده هيعمل ايه القائد ده يمسك الميزانية ويسلق وينهب ويخطف ويدخل ابنه الجيش ويرقيه في الجيش ويدخل وفرطب عليها عشان بعد ما هو يخرج من الجيش يبقى ابنه قائد زيه كل قادة الاسلحة بالشكل ده وكلهم يعني عاملين عصابة مع بعضيهم بالشكل ده الهدف الظاهري بتاعهم او الهدف المعلن بتاعهم ان احنا بنحمي باكستان او ان احنا بنحمي مصر او ان احنا بنحمي الدولة العثمانية او غيره ده الهدف الظاهري بتاع الموضوع لكن تيجي تشوف التطبيق العملي والهدف الخفي والتطبيق اللي بيحصل ايه ما بيحموش حاجة ما بيخدوش معارك وبعدين يجي ما يخدش معارك يقولك ايه يقولك لا احنا عايزين نعمل سلام عشان التنمية طيب هو في الحقيقة مش سلام العدو ما يقبلش منك سلام اصلا هو في الحقيقة بيعمل استسلام وبيسميه سلام وبيقولك انا بأعمل السلام ده عشان التنمية طيب انا عايز اي واحد فيكم يا جماعة في اي بلد عربي يقول لي بلده حصل فيها تنمية من 200 سنة او من 300 سنة اتفضلوا البلده حصل فيها تنمية يقول لي انا حصل عندي تنمية انا اقول لك مفيش تنمية الناس بيتم افقارها اكتر بتتفرض عليها ضرائب اكتر الدرائب بتزيد والاسعار بتزيد والاسعار زيادتها اوسخ من الدرائب ده اللي حاصل بسبب فعلة هذه العصابة اللي مسمية نفسها جيش فالجماعة الانكشارين دول طبعا انا قلت لك اتمرضوا على السلطان سليمان القانوني ضربهم لان كان الجيش قوي جدا فكسرهم كسر جمدة لكن رجعوا وبنوا نفسهم وبعد وفاة السلطان رحمة الله عليه بدأوا انهم يخشوا يعني في السيطرة مرة تانية تصدى لهم اعتقد عثمان الثاني ان ما كانتش الزاكرة يعني خنتني لان عثمان الثاني اكتشف خطرتهم وعثمان الثاني ده على فكرة تصدى لي كان عمره اقل من 20 سنة عثمان الثاني لما لقى ان هو في حربه مع البولنديين لقى ان الانكشارية لي معروفة تاريخيا بشراستها في الحرب لقاهم متراخين جدا في الحرب وده اللي ادى الى ان هو ما يقدرش يعمل نصر على البولنديين برغم ان جيشه كان قد الجيش البولندي مرتين او 3 مرات على اقل تقدير فلما رجع كان حاطت في دماغه عمل التفاهم بقى مع البولنديين وكده عشان عايز يرجع يعيد الصفوف ويعيد الجيش شوف سلطان عمره اقل من 20 سنة بيفكر بالعقلية دي ازاي وحكيم عاقل جدا وبياخد قطوات محسوبة ليه الكلام ده ايه اللي وصلوا لهذه الخبرة الرهيبة السلطان الشاب ده توصل الى هذه الخبرة الكبيرة جدا على محورين المحور الاول يا ابو الابطال انه هو تعلم بتواصل الاجيال تواصل الاجيال يعني الاب بيعلم ابنه والجد بيعلم الاب ومرات الجد يعلم الاب ويعلم الحفيد في نفس الوقت ففيه تواصل الاجيال فخبرات عسكرية كثيرة جدا اكتسبها وبعد كده المحور التاني اللي خلى السلطان ده في عمر صغير جدا يبقى بهذه القوة انه هو اصلا وارث الدولة يعني فيها ترهل وكده لكن لسه قوية جدا لكن العامل الاساسي في القوة مش ورثه للدولة القوية انما انه هو بدأ يختار البطانة والناصحين الخبراء اللي عندهم اخلاص بس طبعا انا مش هعد اشكرلك في السلطان ده لانه بعد كده هو قتل اخوه برضو بشبهة ان اخوه كان هيتمرد عليه وكان هيكسر الدولة وكده واللي هو الشيخ الاسلام مرضيش يفتيله بالقتل شال شيخ الاسلام واحد تاني فتاله وحطه قتل اخوه المهم يعني فيه شواء تغبيط في الموضوع دوت لكن له فتحات وانتصارات رهيبة جدا وانتصر على الصفويين وبعدين لما لقى الخطر جاي من من اوروبا ومن المناطق دي راح عامل معاهدة مع الصفويين وراح طالع على الجماعة الاوروبيين ادبهم بمعنى الكلمة الخلاصة مش عايز احكي قصة السلطان ده انا بدي لك مثال اقول لك الانكشارية لما السلطان ده شاف الانكشارية طراهه فادرك ان مش هما دول الانكشارية اللي هو سمع عنهم من اجداده فرجع قرر ان هو يشيل الانكشارية يا ابو الشباب لكن هما لحقوا قتلوه الاول ودي قصة سيبك منها خليني ارجع للقياس على القصة دي على الجيش الباكستاني وعلى عمران خان باختصار عمران خان يعني تجاوز الخطوط الحمراء وانا اقول لك هو عمران خان لم يتجاوز الخطوط الحمراء بغباء عمران خان عارف هو بيعمله وعنده الناصح الروسي وعنده الناصح الصيني وعنده الناصح اللي اخطر منهم كلهم الناصح التركي ليه هو الناصح التركي اخطر منهم كلهم لان الصيني ممكن يغشه والروسي ممكن يغشه لكن الناصح التركي مصلحتهم واحدة وامنهم القومي واحد فمستحيل ان هو يغشه فالخلاصة يا ابو الابطال عمران خان بدأ ان هو يتحكم في تعيين قيادات الجيش ويرفض ابناء القادة ان هما يكونوا قادة ودخل عش الدبابير يا ابو الابطال عشان كده الجيش كان قاعد متراخي ومبسوط جدا وهو عمران خان ايه بيتم عزله على فكرة تم عزل عمران خان على صوتين فقط في البرلمان فالخلاصة دي كانت مشكلته مع الجيش طيب الوقتي طيب هو ايه اللي دفعوا للموضوع ده برغم انه ردة الفعل معروفة يعني مش عايزة منخشة ده بقى السر اللي مش هنعرفه الوقتي واكيد هناك مخطط ما للاطاحة بكل دولة وإلا كان اردغان كان نصح عمران خان وقال له سيبك من دول الوقتي وما تخشش في مشاكل مع الجيش الوقتي يعني انا متأكد ان هي خطة بس انا مش قادر اتصور الخطة لان انا ما عنديش معلومات كافية باختصار اردغان متعقد من الجيوش اللي هي تبعة لامريكا لانه هو عانى منها في فترة طويلة يا راجل اردغان الوقتي الله يعطي له طلط العمر داخل على السبعين سنة عنده تمانية وستين مثلا ولا كده بمارس سياسة ليه اربعين خمسين سنة وهو متعقد من ريحة ام العساكل المولين لامريكا وكده فطبعا اردغان فاهم هو بيعمله واكيد المخابرات التركية نصحت فلذلك انا اقول لك هو مخطط ممكن لضحر الافاعي كلهم بقى سواء كانوا عسكريين او مدنيين بعد المشكلة بتاع امران خان يا ابو الابطال مع الجيش والمسألة دية الجيش الوقتي هيعتقد ان هم هيقعد وهيورس الجيش لولاده يعني القائد يبقى ابنه قائد والناس الغلامة دية والجماعة بتاع الكفاءات والجماعة دي سيبك منهم دول من وجهة نظر العساكر الانكشارية الجدد بقى سميهم الانكشاريين الجدد اللي هم سواء كانوا اباطلة الجيش المصري او اباطلة الجيش الباكستاني او الجيش العربي عموما متهيق لهم ان الموضوع ده هيستمر الى الابد ابن القائد قائد وابن ابن القائد هيبقى قائد وهلما جروا ماشين بالطريقة دية انا اعتقد الصورة دية سوف تنتهي عم قريب خلاصة الانكشارية الباكستانية اللي هو الجيش الباكستاني باختصار عايزين كده يعدوا اكله مرعة وقلت صنعة وتشوفهم في التلفزيون تلاقي واحد فيهم الواحد فيهم يعني ربع فيل مثلا لكن بقاس نجامد ربع فيل يعني لا تليق بعسكري لكن بيأكل في حفيقات محلولة على رأي المصريين وعايش قائد وتكيفات وعربيات واحترامات وحرس ونسوان ومش عارفه بتاع ومش سأل على حاجة وعايز ابنه يمسك مكانه وبعديه ومشين بهذه الطريقة انا اعتقد ان هذه الصورة ستنتهي هم مش مستعدين للحرب الوضع الوقتي يا جماعة ان الجيش الباكستاني اللي هو موالي لامريكا ممكن يعمل هجرة جماعية ويوالي الروس او يوالي الصين طبعا الصين مش هتسمح بولاء كامل لروسيا وروسيا مش هتسمح بولاء كامل للصين يعني يجي مثلا الجيش الباكستاني يجي كده يهاجر هجرة جماعية يقول لك خلاص احنا مش هنوالي الامريكان اكتر من كده احنا هنوالي روسيا الصين هتعترض لو قال لك احنا هنوالي الصين روسيا هتعترض فلازم يحصل ايه موضوع توازن هو في الحقيقة الوقتي الصراع على الوقت يعني ايه يعني تركيا والمجتمع الداخلي المخلص بتاع عمران خان والطيارات الاسلامية المخلصة هيبدأوا يلعبوا على مسألة ايه على مسألة تحرير البلد من قيود الانكشاريين دول هيلعبوا على هذا الواتر الانكشاريون دولك متحدين مع بعضيهم وهم في السلطة وعندهم كل شيء لكن هيبدأ نوع من التغلغل في الجيش وفي القيادة من تحت وهنا بقى ايه الخطورة وبعد كده الخطورة اللي اكبر من كده والصراع اللي اكبر من كده ان الصين والروس ممكن يتفهموا مع بعضيهم ويقتسموا الجيش الباكستاني ودي كمان صورة ممكن تحصل امريكا مش هترضى بيها وتركيا مش هترضى بيها يعني الموضوع داخل في بعضيه ومعقد بشكل كبير جدا انا اعتقد ان هناك كمان لعب في المخابرات مع القبائل الباكستانية وهيبدأ ويفضحوا القادة الكبار دول امام افراد القبيلة بقى خد بالك يا اخي القادة بتوع القبائل نفسهم بيبقوا منتفعين من القادة العسكريين يعني بيدوهم فلوس وبيدوهم رشاوي ومزبطينهم وكده وكله على حساب المواطن الباكستاني فطبعا الصورة دي هيبقى قادة القبائل كمان مش كل القبائل طبعا يعني قادة بعض القبائل هيبقوا ايه مؤثرين جدا في ان هما يدعموا قادة الجيش الباكستاني وكده فطبعا دي مسألة كمان ايه خطيرة جدا وبتبين ان المعركة طويلة وكده فهو الوقت الصراع العالمي في الحتة دي روسيا والصين وامريكا في البقرة دي وخد بالك بقى الشغل الداخلي بتاع المخابرات الباكستانية والمخابرات الباكستانية دي ممكن تكون هتتمرد على الجيش هتظهر له طبعا الولاء وكل حاجة وكده لكن هيكون شغلها مختلف تماما الجيش طبعا هيحاول انه هو يكسب ولاءها وهيحاول يتجسس عليها لكن انت طبعا هتجيب شهد بغال يتجسسه على اجهزة مخابرات صعبة طبعا فالموضوع باختصار فيه تعقيد شديد جدا يا جماعة وعايزين توفيق من الله سبحانه وتعالى بقى وهننتظر الانتخابات الجاية هتعمل ايه وخد بالك ان الحسابات الامريكية لما تلاقي ان الجيش الباكستاني هيهاجر بالولاء بتاعه لروسيا والصين يعني لو افترضنا ان روسيا والصين اتفقوا مع بعضهم البعض وقال لك خلينا ناخد الجيش الباكستاني يهاجر بولائه كاملا من الولاء الامريكي الى الولاء الروسي الصيني ويختسموه مع بعض بشكل او باخر بتوزيعة او باخرى ممكن يفكروا بالطريقة دي لكن امريكا في الحالة دي مش هترضى وهتفكر ان هي تعمل اي مشكلة تفركش الحل ده يعني تبوز الحل ده يعني تخرب الحل ده يعني تخربها على الروس وعلى الصينيين في هذا الحل ممكن يدعمونا الاتراك ويدعمونا المخابرات التركية والمخابرات الماكستانية اصلا في شغل كتير فيها موالي لامريكا يعني ممكن حاجات كتير تحصل الخلاصة صعب انك انت تصل الى تصور معين لان المعلومات المتاحة غير كافية وكل عام انتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته